بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لهذه السنة تفضل صاحب الجلالة الملك محمد سادس نصره الله بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1381 شخصا وفيما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص بمناسبة ذكرى 11 من يناير الخالدة لهذه السنة 1445 هجرية 2024 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1381 شخصا وهم كالآتي المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1198 نزيلا وذلك على النحو التالي العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 234 نزيلا التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 959 نزيلا تحويل السجن المؤبد للسجن المحدد لفائدة 5 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 183 شخصا موزعين كالتالي العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدته 48 شخصا العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 9 أشخاص العفو من الغرامة لفائدة 111 شخصا العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 15 شخصا المجموع العام 1381 أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب وسلامة السمو الملكي